دخان الحرب التي تدور رحاها على الأراضي الأوكرانية يمتد إلى أوروبا والعالم تبعات اقتصادية كارثية لم يسبق لها مثيلة تشهدها أوروبا مع دخول الهجوم الروسي يومه الثاني عشر سعر النفط يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ العام 2008 مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية فرض حظر على النفط الروسية ووصل سعر برمي لخام برينت القياسي إلى 139 دولار قبل أن يتراجع قليلا إلى 130 دولار كما تجاوزت أسعار الذهب لفترة وجيزة اعتبت الألفين دولار للأنصة قبل أن تستقر في ألف وتسعمائة وتسعين دولار وبلغ سعر الغاز الطبيعي مستوى قياسي في السوق الأوروبية وأدت الخشية من حصول اضطرابات في صادرات روسيا التي توفر 40% من واردات الغاز الأوروبية إلى ارتفاع السعر المرجعي للغاز 3F الهولندي إلى مستوى قياسي بلغ 345 يورو للميجاوات ساعة وأمام تفاقم الوضع في أوكرانيا أصبح فرض عقوبات مباشرة على صادرات المحروقات الروسية مسألة قابلة للطرح وهذا ما حذر منه خبراء اقتصاديون حيث إن وقف الغرب لمعظم صادرات الطاقة الروسية سيؤدي إلى صدمة كبيرة في الأسواق العالمية وإلى ارتفاع سعر البرميل من النفط إلى 200 دولار وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بانهيار كبير في أسواق الأسهم بمعظم البورصات الأوروبية مما زاد من احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادية وهذا ما نبه منه صندوق النقد الدولي أيضا حيث إن تصاعد النزاع في أوكرانيا ستكون له تداعيات اقتصادية مدمرة على المستوى العالمي وإلى جانب النزاع بحد ذاته سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية مع تداعيات جانبية على دول أخرى وفق الصندوق